اشتركوا في القناة وكاتب وصحفي وشاعر وروائي ومترجم ومقدم برنامج ثقافي في تلفزيون الكويد بعنوان الآخر بيسعدنا يكون معنا في الفقرة دي الكاتب والأديب أستاذ أشرف أبو اليزيد كبير المحررين في مجلة العربي ورئيس مكتب الشرق الأوسط لوكالة أنباء أسيا إن كوريا أهلا بحضرتك وصباح الخير أهلا بك أستاذ فادي وأهلا بالمشاهدين والمشاهدات حضرتك متميز في العديد من المجالات الأدبية إزاي حضرتك بتقدر تجمع ما بين كل المجالات دي هو ليس جمعا يعني جميعنا نمتلك نفس الدوائر ولكن نحن نفضل أن نتوسع في دائرة عن أخرى بالاهتمامات والممارسة أعتقد أن حب الحياة وثقافتها هو الذي يجمع هذه المجالات كلها معنا تفضل لأ حينما بدأت مثل كل الطلاب في شبابهم يبدأون بالشعر ثم بعد ثقافة واكتساب معرفة وسفر تبدأ الاهتمامات تتوزع وتتنوع ولذلك تجد أن كل منها يكمل الآخر سواء بالترجمة أو بالتأليف يعني كله في نفس الدائرة يعني أنا حريص على التواصل مع الإنسان في كل مكان لذلك حتى الشعر والترجمة والقراءة كلها تصب في مجال ونهر واحد طيب يا ريت حدوك تكلمنا عن موسوع الطريق الحرير اللي هتصدر عن مكتب تسكندرية خلال الشهر جاي وهي عن أدب الرحلات نتكلم عنها وكمان مخرجنا ينزلين الصور اللي موجودة من رحلات الكاتب الكبير هي أدب الرحلة في الثقافة العربية هو أدب غزير جدا وأنا أحاول أن أقتفي أثر هؤلاء الرحالة في كثير من المقالات التي أكتبها في مجلة العربي أشهرهم ابن بطوطة طبع بالطبع أشهرهم ابن بطوطة وعلى مدى القرون التي تلت ابن بطوطة كانت هناك رحلات شهيرة جدا عرف العرب كيف يكتشفون العالم وأنا أحاول أن أسير على هذا النهج باكتشاف العالم والواقع أن الاكتشاف ليس فقط اكتشافا للتاريخ أو الجغرافيا ولكن هو اكتشاف للذات فالأستاذ الفادي مثلا حينما تسافر أنت إلى بلد ما أنت تكتشف في نفسك حبا لثقافة معينة حبا لنهج معين لفن بعينه لعمارة ما هذا الاكتشاف هو إعادة الاكتشاف الإنسان وهي ما نسميه بالخبرات طريق الحرير بدأ في القرن الثالث قبل الميلاد وكانت الرحلة الأولى من بلد صغير اسمه شانغ آن يسمى الآن شيان في جنوب الصين وهذا المكان عرف بشكل كبير في السبعينات من القرن الماضي حينما اكتشف فيه جيش السلصال الشهير تراكوتا من شيان إلى البندقية في روما في إيطاليا هذه الرحلة الطويلة كانت مثل الشجرة فروعها تمشي حينا إلى الشمال إلى الحزام الذي نعرفه الآن باسم جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة وكذلك أيضا في الجنوب حيث حضرات الهند وبلاد فارس على مدى ستة عشر قرنا ازدهر هذا الطريق وعرف العالم أسواقه وقوافله في أكثر من مئة وستين مدينة هذه الموسوعة يعني هو ده طريق بيمتدي من من شيان من شيان يمتد شمالا إلى قشغر في شينجيانج طريق واحد بيمتد كل هذا مثل شجرة يعني تتفرع يمينا ويسارا ولكن هناك محطات شهيرة يعني جميعنا يسمع عن مثلا سمرقند بخارة يسمع عن أصفهان يسمع عن وجود كثير من المحطات الشهيرة والتي يمكن أيضا أن نكتشفها في أكثر من مجال وأكثر من جهة بعينها موسوعة طريق الحرير هي محاولة لإضاءة هذه المدن بمعالمها وكذلك بفنونها وثقافتها وعلامها وممالكها فهذا بشكل عام ما تضمه الموسوعة طب هو لي تسمع طريق الحرير يا فندم وبالنسبة للصورة اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي هل تكلمنا عنها وردو ديف فأني حتة هذه في المملكة المغربية في وادي زيز أنا اهتممت بثقافة الصحراء سواء الصحراء في مصر في وحاتها أو الصحراء المغربية أو حتى الصحراء في الصين والهند وغيرها ففي وادي زيز قرب الحدود المغربية الجزائرية كانت هذه الصورة مع أحد حدات الجمال كما ترى ونحن بالزيل العملي لأننا نذهب في مجلة العربي لاكتشاف المناطق والحديث عنها من أقصى الغرب هناك أقصى الشرق ستجد هذه الصورة هذه عند بحيرة بعد أن سالماؤها كانت متجمدة هذه في شنج يانج شنج يانج هذه المقاطعة التي يسكنها الويغور اللي هم القومية المسلمة في شمال غرب الصين بحيرة أيها فندم نعم ويغور هي قومية مسلمة لا البحيرة نفسها اسمعين هنا أكت ليك أو بحيرة أكت وهي بالضبط قريبا من الجبال السمراء التي كانت تفصل مدينة قشغر عن مدن ودي فرغانا الذي يقع في أفغانستان الآن داخل إحدى خيام القازاك كنت أرتدي مثل هذه القبعات هذه في مدينة سمرقند في أوزباكستان أيضا كانوا هناك يحتفلون بالعاصمة الثقافية الإسلامية فأعادوا بترميم بعض المباني الإسلامية القديمة كما ترى في السورة جميل في سمرقند أيضا من زاوية أخرى طب ليه تم تسمية الطريدة طريق الحرير أعود بك إلى ماذا كانت تحمل القوافل كان أشهر ما تحمله القوافل من الصين هي مادة الحرير الخام مثل ما كانت تحمل من الهند التوابل كانت تحمل من الصين الشاي والحرير ومن الهند التوابل والفراء من الشمال الروسي وكذلك المعادن من منطقة أخرى المعادن أقصد بها الحجار الكريمة فكانت أشهر تسمية هي طريق الحرير وهي بالمناسبة ليست التسمية القديمة كان اسمه طريق الشاي والشاي والطريق الحرير هو الذي أطلق عليه أحد الرحالة الألمان في القرن التاسع عشر جميل طب إيه أهم النقاط اللي حضرتك ركزت عليها في الموسوعة في طول الطريق بعد التعريف بالمدن التي مر بها طريق الحرير المدن الرئيسية طبعا ممكن نقولهم تاني يعني هنا قلنا البداية والنهاية وفي قلنا كم مدينة في النص قلنا حوالي 160 مدينة 160 مدينة يعني بالضبط 166 مدينة أشهرهم طيب أشهرهم كما قلت شيان وقشغر وأصفهان وسمرقند وبخارة مرورا بطهران حتى كانت هناك مدن صغيرة في العراق مثل أربيل على سبيل المثال وإلى سوريا كثير من المدن مثل حلب ومرورا بشمال إلى تركيا من أدنى والأسكندرون إلى قونية ووصولا إلى إيطاليا في فينيسيا حيث كانت القوافل تذهب إلى هناك وأحيانا كان يتوقفون عند البصرة على سبيل المثال ثم تنقل بعد ذلك بالمراكب إلى جنوب شبه الجزيرة العربية تعتبر أشهر شبكة طرق طبيعية واستمرت فترة طويلة جدا يعني 16 قرنة ليست بالمسافة الهيئة الغريب أنه يعني إزاي التغيرات الجيولوجية في الطريق وعوامل الزمن يعني إزاي الطريق ده مثلا ما جاتش حاجة قطعته منعت الاسترسال ده كله حالك بتتكلم على آلاف الكيلومترات بالضبط فإيه اللي دائما يعني اللي قد تفرج هنا برضه يقول لك والطريق ده سالك كده إزاي 16 طرن نحن عندنا هنا مش عارفين نتصرف مع الطرق في بلدنا لا أحكي لك أنا يعني قبل أسبوعين كنت مع العائلة في راجستان راجستان هي شمال الهند ومن دلهي إلى ماندوة إلى بيكنار جيسلمير بوشكار أجمير جودبور جودبور أوديبور أجرا ثم العودة لدلهي هذه مسافة ألفات أنا ديك الصحة فأنا من فاكر المدن دي كلها يعني لأنها تمثل أيضا طريق الحرير الذي صار فيه أعتقد قائد مؤشور أصبح الآن معروفا لدى كثير من المشاهدين وهو جودة أكبر بعد أن تم عمل فيلم كبير عنه في بوليوود فجودة أكبر هو الذي وينتبع أنها عاصمة السينما الهندية في الهند نعم فأقول أن هذه الطرق التي كما استفسرت مني قطعتها أحيانا جبال التبت أحيانا بحيرات أحيانا سحراء ممكن أن تزب فيها مدن كما حصل في الصين يعني سحراء جوبي لا زالوا يبحثون عن مدن وواحات أغرقتها الرمال صحيح أن القوافل كانت تسير أيام جنكيس خانة على سبيل المثال ولكن هناك ما تمرته الرمال الرمال المتحركة تمرت حاجات كثيرة نحن مصر عندنا يعني في حاجات كثيرة أو تمرتها الرمال على مر السينية فلذلك أنا أتمنى أن استعادة طريق الحرير ليست هي الفكرة من اكتشاف المكان فقط ولكن هو التعرف على الإنسان على هذه الخريطة أنا أسأله برضو أنه مثلا الرمال المتحركة حدك تقول أنه في مدن تمرت وأجزاء تمرت طب الناس بتعدي فيها زي حدك كملت الطريق ازاي أو عديت من حتة تانية لا إحنا مرفاهين جدا إحنا بنعدي بالطيارة دلوقتي لكن أنت بتقف عند وحات معينة يعني الطريق الذي ذكرته لك في الهند هو الآن طريق تعبره الملايين من اليمين ومن الشرق والغرب ولكن الطرق في الماضي وأنت تعلم أنه بعد اكتشاف طرق الحرير البحرية واكتشاف كثير من المناطق زابل اهتمام الناس بهذه الطرق القديمة الجميل أن هناك محاولات اليوم حتى مع اليونسكو ومع هيئة كبرى باستعادة هذا الطريق لأهميته وتأتي أهميته من أنه يعيد فتح مرة أخرى التواصل بين الدول وهناك طريق حرير حديدي بين تركيا والصين حديدي يعني قطر سكة حديدي بالضبط طب أنا عندي سؤال مهم حضرتك عديت على ثقافات كثيرة جدا في سكتك وشفت شعوب كثيرة جدا يمكننا بس حتى الأسماء بالنسبة لنا نفسها صعبة أو غريبة حضرتك شفت إيه أهم الثقافات التي عديت عليها وإيه قربها لنا يعني لو لم تكن ديانتنا الإسلام أعتقدت أن الذين يتمتعون بالأخلاق الطيبة والعادات السمحة وإكرام الضيف وإلى آخره هم أيضا مسلمون هذه أيضا ثقافة في الشرق الأقصى عند من يتبعون بوزة على سبيل المثال نحن أبناء الديانات السماوية كمسلمين ومسيحيين ويهود هناك من أيضا يهتمون فيه من أصحاب الديانات الوضعية الأرضية مثل أتباع كونفوشوس وبوزة وغيرهم يهتمون بالإنسان إذن هناك كما أقول لك هناك قاسم مشترك بين اهتمام الإنسان بالإنسان واحتراميه وأعتقد أننا في حاجة إلى تقييم هذا الأمر مرة أخرى وهو احترام القيمة الإنسانية عند الآخر المخالف لي طيب حضرتك شعر وصدر لك خمس دواوين شعرية وكذلك بتقوم بترجمة الشعر وحالك كنت تضيف شرف مهرجان قزان الدولي لسينما العالم الإسلامي في دورته التمنى حضرتك شفت المهرجان الزاي بالمخرنة بالمهرجانات المصرية المهرجان كبدايته كان يحمل اسم مهرجان المنبر الذهبي ومهرجان المنبر الذهبي إشارة إلى المنبر في المساجد إذن هناك أيضا سينما يمكن أن يقدمها العالم الإسلامي وهذه السينما يمكن أيضا أن تعرض قضايا لجمهور أوسع الجميل أن هذا المهرجان الذي يقام في مدينة قزان عاصمة جمهورية تاتارستان إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية يرأس هذا المهرجان هو مفتي روسيا العام رئيس المهرجان السينمائي الأول لسينما العالم الإسلامي هو مفتي روسيا العام نتمنى أن ناخد قدوة بغيرنا سؤالي الأخير بس عشان وقتنا بيخلص خالص وعايز أسأل حضرتك حضرتك بتقدم البرنامج التقافي اسمه الأخر على تلفزيون دولة الكويت الشقيقة وبيستضيف عشرات الشخصيات العالمية عايز أحاك تقول لي إيه أكثر الشخصيات التي استوقفت حضرتك في البرنامج يعني كان كثير من أنا اهتمامته بأن يكون من ضيوف النساء والرجال كانت هناك على سبيل المثال الدكتورة شيرين عبادي الناشطة الإيرانية الشهيرة مثلما كانت هناك رئيسة جمهورية تيمور الشرقية مثلما كانت هناك أيضا نائبة رئيس الوزراء في جمهور جمهورية تارستان القصد أن هذه الشخصيات العامة هذه الشخصيات العامة قدمت للجمهور الكثير من الأراء وأيضا عرفته على ثقافات نحن بحاجة إلى معرفتها أستاذ أشرف أبو اليزيد الكاتب والأديب وكبير محريري مجلة العربي ورئيس مكتب الشرق الأوسط لوكالة أنباء أسيا الكورية بنشكرك جدا يا فندم استفدنا كتير من كلام حضرتك وأعتقد وسعت مدارك كتير من المشاهدين أنه هم يبحثوا وأنه يبقى عندهم الشهيات أنه هم يعرفوا دول تانية بنشكرك جدا يا فندم ونورتها شكرا لك منشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا لسه فاضل معنا فقرة واحدة في اليوم وأعتقد تهم كل البيوت علشان هنتكلم فيها عن اللحمة إزاي نقدر نشتريها إزاي نقدر نعرف صلاحيتها من عدم هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع خصوصا أنه كل سنة وحضراتكم طيبين عيد الأطحى المبارك قادم علينا في نهاية الشهر انتظرونا بعد الفاصل عليكم اشتركوا في القناة